بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطلبات الصفة السادس ابتداء الأبطال من معاهد برامج التربية الفكرية في درس جديد في مدى التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا هذا اليوم سيكون الرسالة من فوق الشبكة في كرة الطائرة في الدرس رقم 11 يا أبطال قوانين وتعليمات التعلم عن بعد يا أبطال أول وأهم القوانين نجهز الكتب والأدوات التي نحتاجها قبل بداية الدرس نستمع أكيد إلى المعلم والمعلمة أثناء الدرس بكل تركيز نتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة يا أبطال فوائد ممارسة نشاط الرياضي يرفع من مستوى لياقتك القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك يحافظ على وزنك الصحي المناسب يقيك من عدة أمراضك أمراض القلب والسمنة والسكر من الدرجة الثانية كما يجعلك قادم على ممارسة جميع الشتك خصوصا الرياضية إلى أولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البثة لتوجيه الأبناء وإرشادهم وبما أننا تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة أول تمريم معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان على القدمين قف وقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزي الرياضي مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال ندخل على التمنيه الثاني تمنيه سكوات نفتح القدمين بالتسعة على الكتفين ووسعى قليلا القدمين تشيران للأمام اليدين أمام مقدمة الجسم لحظة التوازن والنظر للأمام وأكيد النزول بشكل مستقيم ببطء والصعود بنفس العدة ببطء جاهزيني أبطال مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عاشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل لتمريين إطالة وأول تمريين معنا للعضلة الخلفية للفخت من خلال مدى حد القدمين راح نبدأ بالقدم اليمين نمده بشكل كامل ثانية جذع محاولة الوصول لأقصى قدر تستطيع الوصول له بشرط ألا تثني الركبة حتى تشر بالعضلة الخلفية للفخت يا بطل جاهزين نبدأ بالقدم اليمين مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل لأخر التمرين للعضلة الأمامية نلفخ من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمنى والقدم اليسار باليد اليسرى مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال كده نكون ننتهينا من أداة التمرين الرياضية دائما نجعل لك خطة التمرين يومية أو نشاط الرياضي تفضل يا بطل للحفاظ أكيد على صحة عقلك ومزاجك للحفاظ على وزنك الصحي المناسب وحتى أيضا تتجنب إن شاء الله الإصابة بالأمراض مثل أمراض السمنة والقلب والسكر من الدرجة الثانية كفان الله وإياكم شرها يا أبطال خلونا نشوف درسنا هذا اليوم الإرسال من فوق الشبكة في كرة الطائرة ماذا تعرف عن كرة الطائرة يا بطل أحد الألعاب الجماعية تلعب باليد يبلغ عدد لاعبيها ست لاعبين أكيد كرة الطائرة يا أبطال من الألعاب الجماعية كل فريق يا أبطال يكون لديه ست لاعبين حتى تلعب تلعب باليد ولكن مو مثل كرة السلة تمسك الكرة بالشكل هذا يا أبطال ويتم تنطيطها لا يتم ضربها للأعلى يجب أن لا تسقط الكرة على الأرض ولا يجوز مسكها أو أن تستقر على يدك ولا يجوز لللاعب لعبها لمستين متتالية أي يتم ضربها باليد أو ضربها من أعلى أو استلامها بالأصابع أو الساعدين يا أبطال كما يجوز لمسها بأي جزء من أجزاء جسدك ولكن بجانب فني أبطال يفترض أن تلعب باليد حتى تتقن أداء المهارة لكل فريق ثلاث لمسات لا يجوز الفريق لأكثر من ثلاث لمسات إما ثلاث لمسات أو أقل ولا تحسب الصد أعلى الصد أبطال لصد هجمات الفريق المنافس بل تحسب ثلاث لمسات ويجب على اللعب أن لا يلمس الكرة مرتين متتالية يا أبطال يوجد في كرة الطائرة عدة أنواع للإرسال أولا الإرسال من أعلى بمواجهة الكرة من أعلى واليد مفتوحة يا أبطال اثنين الإرسال من أسفل بقبضة اليد بمواجهة الكرة من أسفل بقبضة اليد ثلاثة الإرسال الجانبي من أسفل وأكيد نفس الإرسال مواجه ولكن بشكل جانبي الإرسال من أعلى برفع الكرة عاليا مواجهتها واليد مفتوحة يا أبطال فوق مستوى الرأس عند أعلى نقطة يا بطل الإرسال من أسفل بمواجهة الشبكة إذا كانت شبكة أمامي أرفع الكرة ولكن عنده مستوى الكتف واليد مقبوضة وليست مفتوحة مثل إرسال من أعلى الإرسال الجانبي من أعلى إذا كانت الشبكة هنا يا أبطال فيكون أحد الجانبين مواجه للشبكة فالشبكة الآن هنا يا أبطال راح أكون تمسك الكرة بالشكل هذا وأقف بالشكل هذا إذا كنت أرسل باليمين كتف اليسار يواجه الشبكة الإرسال الجانبي من أسفل خطوات الفنية الوقوف خلف الخط النهاي الملعب مواجها الشبكة بأحد الجانبين أولا يا أبطال جانب قانوني الوقوف خلف الخط النهائي الملعب في جميع أنواع الإرسال لا يجوز للاعب كرة الطائرة يا أبطال عند الإرسال أن يلمس الخط النهائي للملعب بأي جزء من قدمه أو بكلت القدمين أو الدخول للملعب فيكون يأخذ المسافة الكافية خلف الخط النهائي الملعب فلو أرسل بشكل صحيح ولكن جزء من قدمه تطع على الخط النهائي الملعب ووصلت الكرة وسقطت في ملعب الفريق المنافس لا تحسب نقطة بل تحسب نقطة على هذا الفريق يا أبطال لأنه تم الدخول للملعب قبل خروج الكرة من اليد يا بطل بعد ذلك مواجهة الشبكة بأحد الجانبين إذا كانت الشبكة أمامي يا أبطال أكيد الإرسال من أعلى أواجه الشبكة الإرسال من أسفل أواجه الشبكة الإرسال الجانبي من أسفل إذا كنت ترسل باليمين رح يكون كتفك اليسار مواجه للشبكة فترسل بالشكل هذا يا بطل لكن إذا كنت ترسل باليسار يجب أن يكون كتفك اليمين مواجه للشبكة فترسل بالشكل هذا يا بطل أي يكون أحد الجانبين مواجه للشبكة فقط يا بطل ثني الركبتين ويكون الثني خفيف لا يكون مبالغ بالثني أبطال بالشكل هذا لا يكون ثني خفيف حتى أستطيع رفع الكرة عند مستوى الكتف وبعد ذلك إرسالها بشكل صحيح اليد الحاملة للكرة أمام منتصف الجسم وأكيد يكون معها رمي الكرة لأعلى بارتفاع الكتف أي أبطال لما أقف يا أبطال تكون اليد الحاملة للكرة أمام منتصف الجسم لا تكون يسار الجسم الآن أنا أحمل الكرة باليد اليسار اليد الغير مرسلة اليد الحرة لا تكون هنا يا أبطال تكون أمام منتصف الجسم وبعد ذلك رفعها عند مستوى الكتف ليس فوق مستوى الرأس مثل الإرسال من أعلى يا أبطال لا عند مستوى الكتف هنا يا بطل مرجحة ذراع اليد الضارب لضرب الكرة بقبضة اليد أكيد تستطيع ضرب الكرة واليد مفتوحة ولكن بجانب فنية حتى تتقن أداء المهارة وحتى تصل كرة لملعب المنافس بشكل صحيح حاول دائماً يدك تكون مقبوضة وليست مفتوحة كما في الإرسال من الأعلى نشوف هنا النماذج للأبطالي أبطال يطبقون أول شيء جانب قانوني يقفون خلف الخط النهائي للملعب تقدم قدم عن الأخرى مع ثانين ركبتين نشوف اليدين أبطال أمام منتصف الجسم ليد الحامل الكرة مع مرجحة ذراع اليد الضاربة نشوف هنا ما يحاولون يرسلون فقط يحاولون يحاكون آداء الخطوات الفنية وهذا من التدرج في آداء المهارة والذي نذكر دائماً أهميته بعد ذلك الإرسال بشكل فردي يرفع الكرة عند مستوى الكتف باليد الحامل الكرة التي تكون في منتصف الجسم وبعد ذلك موجهتها بقبضة اليد مع مرجحة ذراع اليد الضاربة نشوف تطبيق للمهارة بشكل كامل وقوف خلف الخط النهائي الملعب تطبيق جانب قانوني تقدم قدم عن الأخرى يا أبطال ثاني خفيف للركبتين اليد الحامل الكرة أمام منتصف الجسم مرجحة ذراع اليد الضاربة يا أبطال نشوف هنا اليد نشوف حركة اليد أبطال ومواجهتها من أسفل بقبضة اليد بعد ذلك يجوز لهم دخول الملعب بشكل سليم من الأخطاء الشاعي يا أبطال عدم التدرج في أداء المهارة شفنا كيف الأبطال تدرجوا في أداء المهارة وبعد ذلك أكيد زيادة صعوبتها استخدام أدوات غير مناسبة لأداء المهارة في كرة الطائرة فقط حتى تتقن أداء المهارة إلعب بكرة الطائرة فقط يا أبطال فتح اليد أثناء ضرب الكرة أكيد ليس خطأ يكون تحاسب عليه قانونيا ولكن فنيا يا أبطال حتى تتقن أداء المهارة يجب أن تكون اليد مقبضة وليست مفتوحة يا أبطال لمس الخط النهاي الملعب بالقدمين وهذا جانب قانوني يكلفك خسارة النقطة حتى لو أرسلت بشكل صحيح فحاول دائما الوقوف خلف الخط النهاي الملعب بمسافة كافية مراجعة لدرسنا لهذا اليوم يبلغ عدد لاعبي كرة الطائرة يا أبطال هل ست لاعبين أم سبع لاعبين يا أبطال شوف الإجابة مع بعض أحسنتم ست لاعبين لكل فريق السؤال الثاني الصورة المرفقة هي لمهارة الإرسال الجانب من الأسفل أم من الأعلى أكيد إحنا شايفين وقوف بأحد الجانبين ومواجهة الكرة من أسفل فالصورة المرفقة هي لمهارة الإرسال أحسنتم الجانب من أسفل في كرة الطائرة في الختام يا أبطال أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا استمتعتوا معنا في ترسلنا هذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله